يقول أنا أجلس بعد الفجر إلى الشروق أحيانا أضطر الذهاب إلى دورة المياه لتجديد الوضوء يقول هل هذا ينقص الأجر الوارد في الحديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حجة وعمرة تامة تامة الجواب لا ما ينقص الأجر بإذن الله لماذا؟ لأن هذا أمر اضطراري أنت لو كنت في صلاة الفرض وانتقض وضوءك تخرج وتتوضأ وتأتي وتصلي كذلك الحال اللي أنت فيها هذه الفترة الزمنية التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام المسلم في أن يجلس فيها لو حصل لك ضرورة أو حاجة ورحت طلعت توضيت ورجعت إن شاء الله أجرك مكتوب بحول الله